السلام ومرحبا بكم خلال هذا الحصة سوف نرى قابلية القسمة على أربعة خمسة وعشرون وثمانية كحصة ثانية وأخيرة من هذا الدرس أنشطة في الحساب وسوف ننطلق أولا مع قابلية القسمة على أربعة السؤال المطروح هنا كيفية معرفة عدد ما أهو قابل للقسمة على أربعة أو لا وإذا لم يكن قابل للقسمة على أربعة ما هو باقي القسمة الأقليدية لهذا العدد على أربعة نعلم أن في هذه الحالة الباقي الممكن يمكن أن يكون واحد أو اثنين أو ثلاث في حالة أن يكون هذا العدد غير قابل قسمة على أربعة إذن ننطلق بهذا النشاط يقول من بين الأعداد الأصغر من مئة أذكر تلك التي تقبل قسمة على أربعة الأعداد التي تقبل قسمة على أربعة يعني من مضاعفات أربعة وهي على التوالي سفر أربعة ثمانية اثنى عشر وهكذا دواليك نضيف أربعة في كل مرة إلى غاية اثنين وتسعون ستة وتسعون ثم المئة السؤال الثاني يقول قارن باقي قسمة هذا العدد الفين وسبعمائة وثمانية وستون على أربعة وباقي قسمة هذا العدد ثمانية وستون على أربعة نلاحظ هنا أن ثمانية وستون هنا وهنا أيضا ثمانية وستون يعني أن هذان العددان لهم نفس رقم الأحد والعشرات هنا الأحد ثمانية هنا الأحد ثمانية العشرات هنا ستة هنا ستة وبالتالي حين نجري عملية القسم الإقليدية ل2768 على أربع سوف نجد نفس الباقي لهذه العملية 68 على أربع وبالتالي بعدها سوف نقول هذان العددان لهم نفس رقم الأحد والعشرات وبالتالي لهم نفس باقي القسم الإقليدية على أربع التطبيق هنا 68 على أربع تعطي 17 والباقي 0 2768 على أربع القسم الإقليدية تعطي 692 والباقي 0 وبالتالي باقي القسم الإقليدية لـ 68 على أربع هو نفسه باقي القسم الإقليدية لـ 2768 على أربع الباقي 0 وبالتالي هنا لمعرفة باقي قسمة هذا العدد لـ 2768 يكفي أن نقوم بالقسم الإقليدية للعدد المتكون من الرقم أحده وعشراته فقط لربح الوقت لا أكثر ولا أقل وبالتالي هنا نمر إلى هذا الجدول لدينا العدد وباقي القسمة على أربع لدينا هنا 2768 على أربع كما رأينا منذ قليل باقي القسم الإقليدية هنا هو 0 68 باقي القسمة على أربع أيضا يساوي 0 كما رأينا منذ قليل كما قلت منذ قليل يكفي أن ننظر إلى العدد المتكون من الرقمين الأخيرين الأحد والعشرات فقط نمر إلى العدد الثاني والثالث 875 الرقم المتكون من الأحد والعشرات هو 5 و7 وبالتالي هذا العدد المتكون من الرقم الأحد والعشرات هو 75 هو نفسه العدد هنا أحده وعشراته يكونان نفس العدد 75 وبالتالي لمعرفت باقي القسم الإقليدي ل 875 على 3 يكفي أن قوة بهذه العملية 75 على 3 ونرى باقي القسم الإقليدي بكل بساطة هنا وطريقة عملية أكثر 875 تساوي 800 زائد 75 حينما نمر إلى القسم الإقليدي على 4 800 على 4 تعطي 200 والباقي يساوي 0 بقي لنا 75 على 4 وبالتالي هنا عندما نهتم بباقي القسم الإقليدي 800 على 4 معلوم الباقي هنا يساوي 0 وبالتالي نهتم بباقي القسم ل75 على 4 ولذلك هنا نقصر على العدد المتكون من رقم الأحد والعشرات فقط و75 على 4 كما هو معلوم لدينا هنا رأينا منذ قليل أن 72 من مضاعفات 4 و76 وبالتالي 75 ما بين 72 و76 75 ليس من مضاعفات 4 وبالتالي معلوم هنا للمرور من 72 إلى 75 73 74 75 وبالتالي باقي القسم الإقليدي ل75 على 4 يساوي 3 لأن 75 في حد ذاتها تساوي 72 زائل 3 72 من مضاعفات 4 وبالتالي الباقي هو 3 وبالتالي باقي القسم الإقليدي هنا 3 3 نمر إلى العدد الموالي 1681 سوف نقارن باقي القسم الإقليدي لهذا العدد على 4 وباقي القسم الإقليدي للعدد 81 على 4 يجب أن نهتم فقط ب81 هنا رقم الأحد والعشرات نعلم أن 1681 تساوي 1600 زائد 81 ولكن 1600 معلوم من مضاعفات 4 400 في 4 وبالتالي باقي القسم الإقليدي ل160 على 4 يساوي 0 ولذلك نهتم بباقي القسم الإقليدي فقط ل81 على 4 81 على 4 معلوم هنا تساوي 80 زائد 1 وبالتالي 80 مضاعفات 4 وبالتالي الباقي هنا يساوي 1 نفس الشيء هنا الباقي يساوي 1 نمر إلى الزوج الأخير 440 و40 نلاحظ أن هنا العدد المتلكون والرقم الأحد والعشرات هنا 4040 هنا باقي قسمة هذا العدد سوف نكتفي ب40 فقط لأن بكل بساطة 440 تساوي 400 زائد 40 عندما نمر إلى باقي القسم الإقليدي على 4 هنا 400 من مضاعفات 4 وبالتالي هنا هذا الباقي يساوي 0 بقي أن ننظر إلى باقي القسم الإقليدي ل40 على 4 باقي القسم الإقليدي ل40 على 4 يساوي 0 لأن 40 تساوي 4 في 10 وبالتالي باقي قسمة هذا العدد على 4 يساوي 0 ونفس الشيء باقي القسم الإقليدي ل40 على 4 تساوي 0 وبالتالي الطريقة العملية هنا لمعرفت عدد هنا فبالقسم على 4 يكفي أن ننظر إلى الرقم المتكون من رقم أحادي العدد المتكون عفوا من رقم أحادي وعشراتي ونرى هل هذا العدد من مضاعفات 4 أم لا ويمكن أيضاً تحديد الباقي للقسم الإقليدي على 4 إن لم يكن من مضاعفات 4 سوف نرى طريقة عملية أخرى تساعدنا عند التطبيقات نمر إلى النشاط الثاني أنقل وآتما من الفراغات بما ينسب 265 يساوي عدد في 100 زاد 65 يساوي 2 في 100 زاد 65 ولذلك عندما نمر إلى باقي القسم الإقليدي ل265 على 4 نعلم أن هنا 2 في 200 تساوي 200 من مضاعفات 4 بقي هنا أن ننظر إلى باقي القسم الإقليدي لـ 5 يساوي 0 نفس الشيء هنا 4527 يساوي 45 في 100 45 في 100 يساوي 4500 مضاعفات 4 لأن 100 من مضاعفات 4 وبالتالي هنا باقي القسم الإقليدي لـ 4500 على 4 يساوي 0 بقي أن ننظر فقط إلى باقي القسم الإقليدي لـ 27 على 4 هنا أيضاً 35291 تساوي كم؟ تساوي 352 في 100 يعني هنا لدينا 3520 من مضاعفات 4 لأن بكل بساطة 100 من مضاعفات 4 وبالتالي باقي القسم الإقليدي لهذا العدد على 4 يساوي 0 ولذلك نهتم فقط بالعدد المتكون من الرقم الأحادي والعشرات وهو 91 باقي القسم الإقليدي لهذا العدد على 4 هو نفس باقي القسم الإقليدي لهذا العدد المتكون من الرقم الأحادي والعشرات على 4 نفس الشيء هنا هذا العدد 71845 يساوي كم؟ في 100 تساوي هنا 718 في 100 زائد 45 هنا هذا العدد حتماً من مضاعفات 4 لأن 100 من مضاعفات 4 وبالتالي باقي القسم الإقليدي لهذا العدد على 4 يساوي 0 وبالتالي بقي لنا أن ننظر فقط إلى باقي القسم الإقليدي لـ 45 على 4 فقط نمر الآن إلى التذكرة يكون عدد أكبر من 99 قابل القسم على 4 إذا كان هذا العدد المتكون عفوا إذا كان العدد المتكون من رقمي الأخيرين يعني رقم الأحد ورقم العشرات قابل القسم على 4 النقطة الأولى في هذه التذكرة يعني عدم إضاعة الوقت في القسم الإقليدي عندما يعطي لنا عدداً كبيراً نوعاً ما مثل هذا العدد يجب أن نقتصر فقط على قسمة العدد المتكون من رقم أحد وعشراته على 4 لمعرفت باقي القسم الإقليدي وبالتالي إذا كان باقي القسم الإقليدي لساوي 0 فهو من مضاعفات 4 وإن لم يكن كذلك فهو ليس من مضاعفات 4 وبالتالي تحصلنا على باقي القسم الإقليدي هنا الغاية من هذه النقطة هي الاقتصار فقط على العدد المتكون من الرقمين الأخيرين النقطة الثانية باقي قسمة عدد على 4 هو نفس باقي قسمة العدد المتكون من الرقمين الأخيرين على 4 وهذا ما كنا بسدد قوله الطريقة العملية في النقطة الثالثة سوف نفسرها بعد قليل حيث تقول يكون عدد أكبر من 99 قابل القسم على 4 إذا كان العدد المتكون من الرقمي الأخيرين قبل كل شيء هذا العدد يجب أن يكون زوجيا لأن أي عدد قابل قسم على 4 فهو بالضرورة قابل قسم على 2 لذلك يكون زوجيا وخارج قسمته أيضا على 2 أيضا يكون زوجيا سوف نرى كذلك يعني أننا العدد المتكون من الرقمي أحده وعشراته سوف نقوم بالقسم الأقليدية في مرحلتين لدينا هنا التفسير هنا لدينا A هو العدد المتكون من الرقمين الأخيرين لعدد ما نقوم بقسمة هذا العدد على 2 سوف نجد B كخارج القسمة والباقي بالضرورة يجب أن يكون سفرا وبالتالي هنا إذا كان العدد A هنا زوجي فبالضرورة هنا الباقي سوف يكون سفرا وسوف نقوم مجددا بعملية القسمة الأقليدية هنا B خارج القسمة للعملية الأولى سوف يصبح مقسوم في العملية الثانية وبالتالي نعيد الكرة نقسم هذا العدد B على 2 سوف نجد عدد ويجب أن يكون الباقي هنا سفر ماذا يعني هنا الباقي السفر؟ يعني B زوجية وماذا يعني هنا الباقي السفر؟ يعني أني A زوجية وبالتالي هنا قمنا بعملية القسمة مرتين على 2 على 2 لأنه بكل بساطة 4 تساوي 2 2 في 2 وبالتالي عندما نعود إلى كتابة A A تساوي 2 في B لأنه بأقي السفر هنا تساوي 0 وB بحدي ذاتي هنا تساوي 2 في C وبالتالي هنا 2 عوضنا B بـ 2 في C وبالتالي على ماذا تحصلنا؟ A تساوي 2 في 2 في C تساوي 4 في C وبالتالي هنا ماذا نلاحظ؟ A من مضاعفات 4 4 تقسم A A تساوي 4 في C وبالتالي هنا عندما يمكن لنا كتابة هذا العدد A المتكون من الرغمين الأخيرين لأي عدد معطى على هذه الشاكلة 4 في عدد آخر في C يعني أن هذا العدد A قبل القسمة على 4 ولذلك هذه عملية هذه طريقة عملية نافعة ومفيدة ويمكن لنا أن تساعدنا في الحساب الذهب أعيدها لمعرفة عدد قابل قسمة على 4 أو لا واجب الأقتصار على العدد المتكون من الرغمين الأخيرين ثم نقوم بعملية القسمة الأخليدية مرتين متتاليتين المرة الأولى هذا العدد على 2 واجب أن يكون باقي القسمة 0 ثم نقوم بعملية القسمة الأخليدية مرة ثانية لخارج القسمة على 2 واجب أن يكون الباقي هنا 0 ماذا يعني هنا والباقي 0 هنا؟ يعني أن A من مضاعفة 4 A تكتب على شكل 4 في C نمر الآن إلى التطبيقات أليف أذكر من بين الأعدد التالية تلك التي تقل قسمة على 4 بكل بساتة كما رأينا منذ قليل يجب الاقتصار على هنا العدد المتكون من الرغمين الأخيرين بكل عدد 275 هنا يجب الاقتصار على 75 فقط 75 بكل بساتة هو عدد فردي لا يقبل قسمة على 2 وبالتالي لا يقبل قسمة على 4 هذا غير قابل قسمة على 4 غير قابل 71 أيضا هذا العدد لا يقبل قسمة على 4 لأنه بكل بساتة ليس بعدد زوجي بكل بساتة لا يقبل قسمة على 2 وبالتالي هذا أيضا لا يقبل قسمة على 4 ماذا بقي لنا؟ هذا العدد يجب الاقتصار على العدد المتكون من الرقمين الأخيرين 48 48 هنا يقبل قسم على 4 48 على 2 24 24 أيضا يمكن قسمته على 2 12 وبالتالي هذا نعم أيضا 24 هنا العدد المتكون من الرقمين الأخيرين لهذا العدد هذا العدد قابل قسم على 4 لأنه بكل بساتها 24 تقبل قسم على 4 قبل كل شيء هنا هو عدد زوجي وخارج قسمته على 2 عدد زوجي 24 على 2 تعطي 12 و12 بدوره عدد زوجي وبالتالي القسم هنا مرتين وتتاليتين على 2 4 تساوي 2 في 2 وبالتالي هذا العدد يقبل قسم مرتين وتتاليتين على 2 وبالتالي يقبل قسم على 4 هنا 78 بالرغم هذا العدد هو عدد زوجي وبالتالي مبدئين يقبل قسم على 2 زوجي. لنرى هل يقبل قسمة مرة ثانية على اثنين نعم أم لا. ثمانية وسبعون على اثنين تساوي خمسة وثلاثون وأربعة تسعة وثلاثون. وبالتالي تسعة وثلاثون ليس بعدد زوجي. هنا ثمانية وسبعون بالرغم هو عدد زوجي. ولكن عندما نقسمه على اثنين نحصل على خارج قسمة فردي. وبالتالي يمكن قسمته مجددا على اثنين. وبالتالي هذا العدد لا يقبل قسمة على اربعة. بالرغم هذا العدد هو عدد زوج وبالتالي الملاحظة هنا لا يكفي أن يكون هذا العدد المتكون من رقمين الأخيرين زوجي فقط يجب أن يكون زوجين وخارج قسمته أيضا زوجي على أثنين خارج قسمة على أثنين هنا سفر أربع يعني العدد أربع يقبل قسمة على أربع وبالتالي هذا العدد يقبل قسمة على أربع السؤال الموالبة ما هو باقي قسمة كل عدد من العدد السابقة على أربع بكل بساتك كما رأينا منذ قليل يكفي الاقتصار على العدد المتكون من الرقمين الأخيرين خمسة وسبعون هنا لدينا خمسة وسبعون ما بين ثنين وسبعون وستة وسبعون وبالتالي خمسة وسبعون جسوة وثنين وسبعون زائد ثلاث وبالتالي 75 تساوي 9 في 8 زائد 3 وبالتالي باقي القسم الإقليدي لهذا العدد هو نفس باقي القسم الإقليدي لـ 75 على 3 والباقي هنا على 4 والباقي هنا هو 3 71 أيضا هنا لدينا منذ قرير رأينا أن 68 هنا هو من مضاعفات 4 68 من مضاعفات 4 وبالتالي للوصول لـ 71 يجب أن نضيف 3 89 70 71 ثم نمره لـ 72 وبالتالي 71 يساوي 68 زائد 3 وبالتالي باقي القسم الإقليدي لـ 71 على 4 هو 3 لأن بكل بساطة هنا 71 يساوي 68 وهي من مضاعفات 4 زائد 3 نفس الشيء هنا 48 هنا قلنا أن هذا العدد من مضاعفات 4 وبالتالي باقي القسم الإقليدي يساوي 0 هذا العدد 24 ليس من مضاعفات 4 وبالتالي باقي القسم هنا عفوا هذا العدد قلنا من مضاعفات 4 لأنه 24 مضاعفات 4 وبالتالي باقي القسم الإقليدي وساوي 0 هذا العدد الذي رقم أحده وعشراته هنا 8 7 على التوالي وبالتالي العدد المتكون من الرقمين الأخيرين هنا 78 لا يقبل قسم على 4 وبالتالي باقي القسم الإقليدي يساوي 2 لأنه 78 يساوي 76 زائد 2 76 من مضاعفات 4 الباقي هنا أو 2 هنا الباقي يساوي 0 لأن هذا العدد من مضاعفات 4 نمر للتطبيق الثاني هنا عاوض في كل حالة الرمز نجمة بما يناسب ليكون العدد المتحصل عليه قابل قسمة على 4 هنا لدينا هذا العدد 18 نجمة ثم 4 أي 1800 و رقم ناقص هنا وينتهي ب4 4 رقم الأحد الرقم الناقص هو رقم العشرات 8 رقم المئات و 1 رقم الألات ليكون هذا العدد قابل قسمة على 4 يجب أن نقتصر على العدد متكون من الرقم الأحد والعشرات 4 وعدد سوف نكمله وبالتالي أول عدد عندما نكمل بالسفر سوف نحصل على 1804 وبالتالي هنا 4 قابل قسمة على 4 وبالتالي يمكن قبول هذا العدد هل يمكن أن نضع هنا 1 14 ليست من مضاعفات 4 وبالتالي 1814 ليست من مضاعفات 4 لا تقبل قسمة على 4 نمر إلى 2 24 كما رأينا منذ قليل من مضاعفات 4 وبالتالي هذا العدد مقبول 34 34 بالرغم 34 هو عدد زوجي ولكن عندما نقسمه على 2 نحصل على 17 17 ليست بعدد زوجي وبالتالي لا يمكن قبول 34 هنا نمر إلى 44 44 والمضاعفات 4 وبالتالي يمكن قبول هذا العدد 64 أيضا و 84 أيضا 74 و 94 لا نمر إلى العدد الثاني هنا 3400 ولدينا في الأخير رقم الأحد سوف نكمله هذا العدد يكون مضاعفات 4 عندما قبل كل شيء يمكن أن نضع سفرا 3400 هنا العدد المتكون من رقمي الأخيرين هو السفر السفر سفر يعني سفر سفر هنا من مضاعفات 4 يمكن أن نضع 4 أيضا 4 من مضاعفات 4 ويمكن أن نضع 8 كرقم الأحد وبالتالي هنا هذه المقترحات الثلاثة ليكون هذا العدد من مضاعفات 4 نمر إلى العدد الثالث أيضا رقم الأحد سوف نكمله نفس الشيء هنا لا يمكن أن نضع السفر قبل كل شيء لأن 70 ليست من مضاعفات 4 71 أيضا ليست من مضاعفات 4 لأنه بكل بساطة لأنه فردي عدد فردي 73 لأنه عدد فردي 74 ليست من مضاعفات 4 هنا لأن 74 عندما نقسمه على 2 سوف نحصل على هنا 37 37 عدد فردي ليست بعدد زوجه وبالتالي 74 لأنه 75 غير مقبولة إطلاقا لأنه عدد فردي نمر إلى 76 73 معلوم من مضاعفات 4 77 غير ليست من مضاعفات 4 78 أيضا بالرغم 78 هو عدد زوجه ولكن خارج قسمته على 2 ليست عدد زوجه وبالتالي هذان الاحتمالان يبثلان العددان الذين يقبلان القسمة على 4 في حالة أن نكمل هنا الفراغ ب رقم معين لدينا احتمالين فقط العدد الثالث لدينا هنا عدد رقم العشرات ناقص سوف نكمله قبل كل شيء يجب أن نقصر على هذا العدد ما تكون من رقمي رقمي الأحاد والعشرات هنا وبالتالي لدينا 8 يمكن أن نضع السفر هنا وبالتالي 8 من مضاعفات 4 وبالتالي العدد يصبح لهذه الشكلة لا يمكن أن نضع 1 لأن 18 ليس من مضاعفات 4 يمكن أن نضع هنا 28 لأن 28 تقبل قسمة على 4 28 تسوي 4 في 7 لا يمكن أن نضع 38 لأن 38 ليس من مضاعفات 4 يمكن أن نضع هنا 4 وبالتالي نحصل إلى 48 لأن 48 من مضاعفات 4 والعدد سوف يصبح لهذه الشكلة 58 لا يمكن قبولها يمكن قبول 68 ثم 88 وأيضا 98 لا يمكن قبولها بالرغم 78 هو عدد زوجي ولكن خير القسمة على 2 يصبح عدد فرد وبالتالي يمكن قسمته مجددا على 2 وبالتالي ليس من مضاعفات 4 وبالتالي المقترحات الخمسة هي هذه المقترحات ليكون هذا العدد قبل قسمة على 4 نمر الآن إلى قابلية القسمة على 25 السؤال ما تروح نفس الشيء هنا كيف يمكننا معرفة عدد ما أهو قابل قسمة على 25 أم لا وإن لم يكن قابل قسمة على 25 ما هو باقي القسم الأقليدية لهذا العدد على 25 نمر إلى هذا النشاط من بين الأعداد الأصغر من 100 أذكر تلك التي تقبل قسمة على 25 لدينا أربعة مقترحات فقط أربعة إمكانيات وبالتالي في أي عدد ما يجب الاقتصار على رقم الأحد والعشرات وننظر هل كان هذا العدد ما تكون من رقم الأحد والعشرات من المضعفات 25 أم لا وبالتالي نمر إلى السؤال الثاني من هذا النشاط قارن باقي قسمة هذا العدد 2538 على 25 وباقي قسمة 38 فقط على 25 كما ترون هنا اقتصرنا على 38 لنرى هذان العددان لهم نفس باقي قسم الأقليدية على 25 أم لا 38 على 25 تعطي 1 والباقي هنا 13 نفس الشيء هنا 2538 على 25 تعطي هناك خارج قسمة 101 ولكن الباقي هنا 13 نلاحظ أن كلا هنا الباقيان هنا للقسم الأقليدية الأولى والقسم الأقليدية الثانية على 25 هنا تساوي 13 وبالتالي هذان العددان لهم نفس باقي القسم الأقليدية على 25 مساوي لي 13 وبالتالي بالصفة عامة واجب الاقتصار على العدد المتكون من رقمي الأحد والعشرات لمعرفت هل أنها عدد ما من مضعفات 25 أم لا جيم عن قلواء وأكمل الجدول التالي العدد هنا 2538 كما رأينا منذ قالين أن الباقي القسم الأقليدية هنا على 25 هنا تساوي 13 طريقة عملية أخرى هنا يمكن أن ننظر إلى الأمور على هذه الشاكلة 2538 يمكن كتابته على هذه الشاكلة 2500 زائد 38 2500 هي حتما من مضعفات 25 لأن 2500 تساوي 25 في 100 و100 من مضعفات 25 وبالتالي هذا العدد من مضعفات 25 وبالتالي باقي القسم الخلدي لهذا العدد على 25 تساوي 0 بقي لنا أن ننظر إلى باقي القسم الخلدي له 38 وهذا ما قمنا به بالضبط 13 باقي القسم الخلدي له 38 على 25 نفس الشيء باقي القسم الخلدي لهذا العدد على 25 يساوي 13 نفس الطريقة هنا 325 و25 نلاحظ أن هنا 325 تكتب على هذه الشاكلة 300 زائد 25 ولكن 300 حتما هنا تساوي 3 في 100 و100 من مضعفات 25 وبالتالي 300 حتما من مضعفات 25 وبالتالي باقي قسمته الإقليدية على 25 يساوي 0 يعني هنا ماذا بقي لنا 25 باقي قسم الخلدي يساوي 0 وبالتالي هنا 325 مضعفات 25 الباقي يساوي 0 ونفس الشيء لـ 25 هنا وبالتالي كما رأينا منذ قليل اقتصرنا على العدد المتكون من رقم الأحد والعشرات كما الأمر منذ قليل 38 38 نمر الآن إلى الزوجة المغالي 1162 و62 سوف نرى أن هذان العددان لهم نفس باقي القسم الخلدي على 25 1162 تساوي 1100 زائد 62 لكن 1100 تساوي 11 في 100 100 من مضعفات 25 وبالتالي 1100 من مضعفات 25 وبالتالي باقي قسم الخلدي لهذا العدد 25 يساوي 0 بقي لنا أن ننظر إلى باقي القسم الخلدي له 62 62 تساوي 50 زائد 12 وبالتالي 50 مضعفات 25 وبالتالي باقي القسم هنا 62 على 25 تساوي 2 والباقي 12 12 هنا الباقي وهنا أيضا الباقي 12 نمر إلى الزوج الأخير مائتين وثمانون وثمانون مائتين وثمانون وتسوي مائتين زاد ثمانون لكن مائتين من مضاعفات مائة وبالتالي مائة من مضاعفات خمسة وعشرون وبالتالي مائتين من مضاعفات خمسة وعشرون وبالتالي باقة خسمة القليدية لمائتين على خمسة وعشرون تسوي السفر بقي لأننا أن ننظر إلى باقة الخسمة الأقليدية لهذا العدد ثمانون المتكون هنا من رقم الأحد والعشرات على خمسة وعشرون ثمانون على خمسة عشرون ثمانون تساوي خمسة وسبعون زائد خمسة يعني ثمانون تساوي ثلاثة في خمسة وسبعون زائد خمسة وبالتالي الباقي هنا تساوي خمسة نفس الشيء هنا باقي القسم الأقليدية لثمانون على خمسة وعشرون تساوي خمسة وبالتالي هنا هذان العددان لهما نفس رقم الأحد والعشرات وبالتالي لهما نفس الباقي باقي القسم الأقليدية على خمسة وعشرون وبالتالي التأذكرة الآن أصبحت واضحة يكون عدد أكبر من 99 قابل قسمة على 25 إذا كان العدد المتكون من رقميه الأخيرين يعني رقم الأحد ورقم العشرات قابل القسمة على 25 وكما قلنا منذ حين النقطة الأولى هنا الغاية المرجوة من هذه النقطة هو ربح الوقت عندما تقدم لنا أعداد كبيرة لا نذيع الوقت في عملية القسم الإقليدية يجب الاقتصار فقط على القسم الإقليدية للعدد المتكون من رقميه الأخيرين وأكثر من ذلك يمكن أن نظر بطريقة ذهنية فقط يجب أن ننظر هل كان العدد المتكون من رقميه الأخيرين على هذه الشاكلة 00 أو 25 أو 50 أو 75 بكل بساطة بالعين المجردة يمكن أن نعرف عدد من مضاعفات 25 أم لا يعني ننظر إلى العدد المتكون من رقم الأحد والعشرات هل كان على هذه الشاكلة 00 أو 25 أو 50 أو 75 إن لم يكن كذلك فهو غير ليس من مضاعفات 25 بالتالي اللي يقوم القسم على 25 هذه الطريقة العملية النقطة الثانية وبالتالي باقي قسمة عدد على 25 هو نفس باقي قسمة العدد المتكون من رقميه الأخيرين على 25 هذا واضح وسوف نمر إلى التطبيقات التطبيق الأول يقول حدد باقي قسمة كل عدد من العدد التالي على 25 هنا بالعين المجردة هنا 73 هذا ليس بعدد قابل قسمة على 25 لأنه مخالف لـ 00 ومخالف لـ 25 ومخالف لـ 50 ومخالف لـ 75 وأكثر من ذلك يمكن أن نعطي باقي القسمة الإخليدية على 25 73 تساوي هنا 50 زائد 23 وبالتالي باقي قسمة هنا هو 23 2561 يجب الاقتصار على العدد المتكون من رقم الأحد بالعشرات 61 61 حتما ليس من مضاعفات 25 وبالتالي الباقي هنا هو 11 لأنه 61 يساوي 50 زائد 11 يعني 61 يساوي 2 فيه 25 زائد 11 هنا الباقي هو 11 33200 هنا رقم الأحد والعشرات هنا السفر السفر وبالتالي هذا العدد بالضرورة من مضاعفات 25 لأنه بكل بساطة هنا هذا العدد يمكن كتابته على تشاكلة 332 في 100 و100 من مضاعفات 25 بكل بساطة هنا هذا العدد لننظر هذا العدد لا يجب أن نمر مباشرة للقسمة الإخليدية على 25 يجب أن ننظر إلى العدد المتكون من رقم أحد وعشرات فقط 25 مضاعفات 25 وبالتالي هذا العدد قابل قسمة على 25 السؤال الثاني هنا يقول عوض النقاط بما يناسب ليكون العدد قابل القسمة على 25 وعلى 3 الأمر مهم الآن يجب أن نعرف خاصيات قابلية القسمة على 25 وخاصيات قابلية القسمة على 3 25 يجب أن يكون رقم الأحد والعشرات 00 أو 25 أو 50 أو 75 وقابلية القسمة على 3 يعني مجموعة الأرقام من مضاعفات 3 يجب أن نحترم هذان الشرطان وبالتالي العدد الأول هنا رقم الأحد غير معلوم ورقم المئات غير معلوم العشرات 2 والألاف 8 أولا قابلية القسمة على 25 يعني هذا العدد يجب أن يكون رقم أحده وعشراته يا 00 أو 25 أو 50 أو 75 هنا لا يمكن أن يكون إلا 25 هنا بالضرورة ليكون هذا العدد قابل قسمة على 25 يجب أن يكون رقم أحده هنا 5 لنحصل على 25 وبالتالي مهما كان هذا العدد سوف يكون قابل قسمة على 25 يعني مهما كان الرقم الذي سنضيفه في ترتيب المئات وبالتالي هذا العدد مبدئين قابل قسمة على 25 نمر الآن إلى الشرط الثاني قابل قسمة على 3 الآن ليكون هذا العدد قابل قسمة على 3 يجب أن يكون مجموعة أرقامه من مضاعفات 3 في الحالة الأولى هل يمكن لنا أن نضيف سفر هنا في حالة إضافة سفر هنا سوف نحصل على 8025 مجموعة الأرقام هنا 5 زاد 2 سبعة 7 زاد 8 خمسة عشر 15 من مضاعفات 3 وبالتالي هذا العدد من مضاعفات 3 نعم هل يمكن لنا أن نضيف واحد عندما نضيف واحد سوف مجموعة الأرقام يصبح 16 16 ليس من مضاعفات 3 وبالتالي لم يمكن لنا أن نضيف واحد لا يمكن لنا أن نضيف اثنين لأن مجموعة الأرقام سوف يصبح هنا 16 16 ليس من مضاعفات 3 عندما نضيف اثنين عفوا ماذا سوف يصبح سبعة واثنين تسعة عفوا سوف يصبح 17 ونفس الشيء 17 ليس من مضاعفات 3 وبالتالي نمر إلى في حالة أن أضفنا هنا 3 3 هنا سوف يصبح هذا العدد مجموعة أرقامي 18 فهو من مضاعفات 3 وبالتالي 8325 هو في آن واحد قابل قسم على 25 وعلى 3 قابل قسم على 25 لأن رقم أحادي وعشرات هنا هو هذا العدد يعطي هذا العدد 25 ومجموعة أرقامه من مضاعفات 3 وهو 18 هل يمكن أن نضيف 4 لا لأن مجموعة أرقام سوف يصبح 19 لا يمكن أن نضيف 5 أيضا لأن مجموعة أرقامه سوف يصبح 20 ويمكن هنا أن نضيف 6 وحينها سوف يصبح مجموعة أرقامه 21 وبالتالي هذا العدد قابل قسمة في آن واحد على 25 وعلى 3 نفس الشيء هنا لا يمكن أن نضيف 7 وثمانية ولكن يمكن لنا أن نضيف 9 هنا وحينها سوف يصبح مجموعة الأرقام هنا سوف يصبح 7 وثمانية 15 وتسعة 24 24 وثعفات 3 وبالتالي هذه هي الاحتمالات الأربعة الممكنة ليكون هذا العدد على هذه الشاكلة قابل قسمة في آن واحد على 25 وعلى 4 نمر الآن إلى التطبيق الثاني هنا لدينا هذا العدد تنقصه ثلاثة أرقام ترتيب الأحد والعشرات والألاف نفس السؤال هنا الاحتمالات الممكنة ليكون العدد قابل قسمة في آن واحد على 25 وعلى 3 قابلية القسمة على 25 في المقام الأول هنا يعطي أربعة احتمالات 00-25-50-75 هنا الانتباه إلى أن رقم الأحد والعشرات مطالبين بإكمالها ولكن يمكن أن نكملها بـ 00-25-50-75 لماذا اخترنا هذه الاختيارات الأربعة؟ لأننا نريد أن يكون هذا العدد قابل قسمة على أربعة وبالتالي وجباء الاختيار 00-25-50-75 لنتأكد أن العدد سوف يكون قابل قسمة على 25 وبالتالي نمر في مرحلة ثانية إلى قابلية القسمة على ثلاثة الآن وبالتالي هنا في العدد قابل قسمة على ثلاثة يجب أن يكون مجموعة أرقامي هنا من مضاعفات ثلاثة لدينا مجموعة أرقامي لحد الآن سبعة لا ماذا يمكن أن نضيفه؟ واحد لا سوف يصبح ثمانية يمكن أن نضيفه اثنين مبدأ أين؟ هنا اثنين 12600 هو قابل قسمة على 25 ومجموعة أرقامي ثلاثة وبالتالي مجموعة أرقامي هنا تسعة من مضاعفات ثلاثة وبالتالي هذا العدد قابل قسمة في آن واحد على 25 وثلاثة وبالتالي هنا لا يمكن أن نضيفه ثلاثة وأربعة ولكن يمكن أن نضيفه خمسة خمسة هنا في هذا الفراغ سوف يصبح مجموعة أرقام هنا 12 12 من مضاعفات ثلاثة وبالتالي هذا العدد قابل قسمة على ثلاثة لا يمكن أن نضيفه الستة لأن مجموع الأرقام ليس من مضاعفات ثلاث ولا يمكن أن نضيف سبعة أيضا لأن مجموع أرقامي سوف يصبح هنا أربعة عشر ليس من مضاعفات ثلاث ولكن يمكننا أن نضيف ثمانية وحينها سوف يصبح مجموع الأرقام هنا خمسة عشر من مضاعفات ثلاث والتالي هذا العدد في آن واحد قابل قسم على خمسة عشرون وقابل قسم على ثلاث وحتما لا يمكننا أن نضيف تسعة لأن مجموع الأرقام في هذه الحالة سوف يصبح هنا ستة عشر ليس من مضاعفات ثلاث ونفس الشيء في هذه الحالة عندما يكون هنا رقم الأحاد والعشرات خمسة اثنين سوف نجد ثلاث احتمالات نفس الشيء هنا يجب الانتباه إلى قابلة قسمة على ثلاث ماذا يمكن أن نضيف هنا في كل حالة ويجب أن يكون المجموع هنا من مضاعفات ثلاث ليكون العدد قابل قسمة على ثلاث وبالتالي لدينا في هذه الحالة ثلاثة امكانيات ممكن في هذه الحالة يمكن أن نضيف هنا في هذا الفراغ ثلاثة ستة أو تسعة وبالتالي لدينا ثلاثة امكانيات في هذه الحالة هنا يمكن أن نضيف في هذا الفراغ هنا اثنين أو خمسة أو ثماني لنحصل على أعداد قابل قسمة على ثلاثة وخمسة عشرون في آن الواحد وبالتالي هنا كم لدينا من احتمال ثلاثة 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 لدينا اثنى عشر احتمال ليكون هذا العدد في آن واحد قابل القسم على ثلاثة وخمسة وعشرون نمر الآن إلى العنوان الموالي قابلية القسم على ثمانية السؤال المطروح هنا عندما يعطى لنا عدد كيف يمكن أن نتبين أن هذا العدد من مضاعفات ثمانية أم لا وإن لم يكن من مضاعفات ثمانية فما هو باقي القسم الأقليدي لهذا العدد على ثمانية هذا ما سنراه خلال هذا العنوان النشاط الأول يقول ما هو باقي قسمة كل عدد من الأعداد التالية على ثمانية لدينا الأعداد أمامنا ستة عشر من مضاعفات ثمانية وبالتالي باقي قسم الأقليدي سوى السفر أربعة تسعون هنا أربعة تسعون يمكن القيام بعملية القسم الأقليدي على ثمانية تسوى إحدى عشر والباقي ستة هنا الباقي ستة مئة وسبعة وخمسون يمكن القيام بالعملية هنا 150 على 8 تعطي 19 والباقي 5 647 على 8 تعطي 80 كخارج قسم وال7 كباقي 808 للعيان يظهر للعيان أن هذا العدد من وضعفات 8 يسوي 101 في 8 والباقي 0 السؤال الثاني ما هو باقي قسمة كل عدد من العدد التالي على 8 لدينا هنا عدد 1112 2112 867 1112 نلاحظ أن هنا العدد الثلاثة هنا لها نفس رقم الأحد والعشرات والمئات 112 112 112 وبالتالي هنا الطريق العملية الجديدة سوف نقتصر على العمل على الأعداد المتكونة من الأرقام الثلاثة الأخيرة أي أرقام الأحد والعشرات والمئات لمعرفت هل أن عدد ما قابل قسمة على ثمانية أم لا وبالتالي هنا سوف نلاحظ أن باقي قسم الخليدي لهذه العدد الثلاثة على ثمانية هو نفسه 112 على ثمانية هنا تعطي 14 كخارج قسم والباقي 0 212 على ثمانية هذا العدد على ثمانية يعطي هذا العدد كخارج قسمة ولكن الباقي 0 نلاحظ أن باقي القسم الخليدي لهذه العدد الثلاثة هو نفسه 0 حينها وجب التفكير في لربح الوقت لمعرفة عدد ما قابل قسمة على ثمانية يجب الاقتصار على دراسة العدد المتكون من أرقامه الثلاثة الأخيرة السؤال الثالث هنا ما هو باقي قسمة كل عدد من العدد التالي على الثمانية لدينا هنا هذا العدد 173 نفس العدد هنا عفوا العدد الثاني 5173 لدينا الأحد والعشرات والمئات نفس الأرقام نفس الشيء هنا هذا العدد 236173 نفس الشيء هنا على مستوى نهاية هذا العدد أي الثلاثة أرقام الأخيرة وثلاثة سبعة وواحد أرقام الأحد والعشرات والمئات وبالتالي سوف نقوم بعملية القسمة الأقلدي وسوف نلاحظ أن باقي القسمة هنا هو نفسه وسوف يكون خمس 173 على ثمانية تعطي 21 كخارج قسمة والباقي خمس 5173 على ثمانية تعطي 64646 كخارج قسمة والباقي خمس نفس الشيء باقي القسم الأقلدي لهذا العدد على ثمانية هو نفسه خمس وبالتالي هنا لمعرفة عدد ما قابل قسمة على ثمانية أم لا واجب الاقتصار على دراس العدد المتكون من أرقامه الثلاثة الأخيرة وبالتالي التذكرة في هذا المجال أو في هذا الإطار النقطة الأولى يكون عدد أكبر من 999 قابل القسمة على ثمانية إذا كان هذا العدد المتكون من أرقامه الثلاثة الأخيرة يعني رقم الأحد والعشرات والمئات قابل القسمة على ثمانية كما قلنا منذ قليل النقطة الأولى النقطة الأولى ترنو إلى ربح الوقت وهنا الاقتصار على الثلاثة أرقام الأخيرة المكونة لعدد ما لمعرفة أهوى قابل قسمة على ثمانية أم لا وبالتالي نفس الشيء يمكن أن نعرف باقي القسم الأقليدية يجب الاقتصار فقط على العدد المتكون من أرقامه الثلاثة الأخيرة نفس الشيء هنا باقي قسمة عدد على ثمانية هو نفس باقي قسمة العدد المتكون من أرقامه الثلاثة الأخيرة على ثمانية وهذا مؤكد سوف نمر إلى طريقة عملية ويمكن أن نعتبرها طريقة ذهنية مهم للغاية يجب الانتباه الآن سوف نرى عملية تطبيقية مهمة وذهنية لمعرفة عدد قابل قسمة على ثمانية أم لا بالنسبة لقابلة قسمة على أربع قمنا بعملة قسمة على اثنين مرتين بما أن الثمانية يساوي اثنين في اثنين في اثنين ثلاثة مرات ووجب أن نقوم بعملة القسم الأقليدية الآن ثلاثة مرات متتالية ليكون هنا هذا العدد هو عدد المتكون من الثلاثة الأرقام الأخيرة لأي عدد ما هنا هذا العدد هو ثلاثة أرقام أخيرة من عدد معظم لنقتصر على الثلاثة أرقام الأخيرة الأحد والعشرات والمئات العملية الأولى على اثنين سوف نجد عدد بي وخارج القسمة سفر يعني أن هذا العدد ليكون هذا العدد قابل قسمة على ثمانية قبل كل شيء يجب أن يكون عدد زوج وبالتالي هنا خارج القسمة سوف يكون سفر أكثر من ذلك خارج القسمة العدد بي يجب أن يكون أيضا عدد زوج وبالتالي خارج القسمة على اثنين سي والباقي سفر وأكثر من ذلك يجب أن يكون خارج القسمة سي أيضا عدد زوج وبالتالي عندما نقسمه على اثنين سوف نجد عدد دي والباقي سفر هنا هذا العدد D لا يهمنا إن كان زوجي أو فرد ولكن هنا يجب أن يكون A زوجي ليكون خارج القسمته 0 ثم B أيضا زوجي ليكون خارج القسمته على 2 0 ويكون أيضا C زوجي ليكون خارج قسمته على 2 0 وبالتالي هنا الوناحظ أننا قمنا بعمل قسمة 3 مرات على 2 على 2 على 2 وبالتالي كأننا قمنا بعمل قسمة 2 في 2 في 2 يعني على 8 وحين سوف نتأكد أن هذا العدد A من وضعفات ثمانية كيف ذلك؟ إلى هذا الحدد الحد هنا الكتابة باللون الأحمر ماذا تعطي هنا؟ قسمة أخليدية A تعطي 2 في B نمر الآن إلى هنا باللون الأخضر B في حد ذاتها ماذا تساوي؟ B تساوي 2 في C عوضنا B هنا ب 2 في C وبالتالي A تساوي 2 في 2 في C يعني 4C وهنا C بحد ذاتها ماذا تساوي؟ C تساوي 2 في D هنا عوضنا C ب 2 في D وبالتالي على ماذا تحصنا؟ A تساوي 4 في 2 في D تساوي 8 في D وبالتالي A من وضعفات ثمانية A تساوي 8 في D وبالتالي A تقبل قسمة على ثمانية وبالتالي هذه هي عملية مهمة للغاية ويمكن اعتبارها عملية ذهنية وبالتالي هنا قبل كل شيء ليكون هذا العدد قابل قسمة على ثمانية يجب أن يكون عدد زوج ثانيا يجب أن يكون خارج قسمته على أثنين أيضا عدد زوج وأيضا أن يكون خارج قسمته على خارج قسمته على أثنين يجب أن يكون أيضا عدد زوج أي خارج القسم على 2 يجب أن يكون عدد زوج هنا ثلاث مرات قمنا بعمل القسم على 2 وفي كل مرة خارج القسم يساوي 0 يعني أن هذا العدد سوف يكون من ضعفات 8 وهذه هي طريقة العملية الذهنية نمر الآن إلى التطبيقات هنا أولا يقول أذكر باقي قسمة كل عدد من العدد التالي على 8 بكل بساطة الآن لدينا السلاح هنا من خلال التذكر ومن خلال ما رأينا هنا في الطريقة العملية يجب الاقتصار على الرقمين عفوا يجب أن نظر إلى ثلاث أرقام الأخيرة هنا بالنسبة لي 984 هنا هل أن هذا العدد من الضعفات 8 أم لا يمكن أن نقوم بعمل القسم الإقليدية سوف نتحصل على 123 والباقي 0 كما يمكن أن نقوم بعمل القسم الإقليدية هنا ثلاث مرات متتالية على 2 وفي كل مرة سوف نحصل على هنا باقي 0 لنقوم بهذه العملية هنا 984 على 2 ماذا تعطي؟ تعطي 450 840 يعني 490 492 يعني هنا 984 على 2 أعطت 492 يعني 492 في حد ذاتها قابل قسم على 2 عندما نقوم بقسمة على 2 سوف نحصل على يجب أن تكون النتيجة أيضا عدد زوج 245 246 وبالتالي هنا 246 في حد ذاتها عدد زوج عندما نقوم بقسمة على 2 نحصل على 123 في هذه المرحلة 123 لا يهمنا هنا بالرغم هي عدد فردي ولكن لا يهمنا لأننا قمنا بعمل القسمة 3 مرات 984 على 2 المرة الأولى تحصن على عدد زوجي ثم قمنا بعمل القسمة الأخليدية مرة ثانية على 2 تحصن على 246 خارج القسمة 0 عفوا بالباقي هنا 0 ثم 246 بحدي ذاته هو عدد زوجي قمنا بعمل القسمة الأخليدية وجدنا خارج القسمة هنا عفوا وجدنا الباقي 0 وبالتالي هنا ثلاث مرات متتالية قمنا بعمل القسمة الأخليدية على 2 وبالتالي هنا بالعين المجردة 984 هو عدد زوجي وخارج قسمته على 2 492 هو أيضا عدد زوجي وهنا خارج القسم الإقليدية على 2 عفوا باقي القسم الإقليدية هنا 492 على 2 أيضا يساوي 0 وبالتالي هنا 246 أيضا عدد زوجي 492 عدد زوجي و984 عدد زوجي وبالتالي هذا العدد بالضرورة قابل قسمة على 3 عفوا على 8 هنا هذا العدد الموالي 67355 بالنسبة لهذا العدد يمكن مباشرة أن نتأكد أنه ليس بمضاعفات 8 لأنه بكل بساطة عدد فرد لا أكثر ولا أقل وبالتالي بالعين المجردة أي عدد قابل قسمة على 8 بالضرورة يجب أن يكون قابل قسمة على 2 قبل كل شيء يجب أن يكون عدد زوجي وبالتالي هذا العدد ليس بعدد قابل قسمة على 8 الباقي هنا يجب الاقتصار على 355 على 8 هذه القسمة سوف نحصلها 44 والباقي 3 العدد الموالي هنا العدد المتكون من أرقامي 3 الأخيرة 24 24 حتم من مضاعفات ثلاثة من مضاعفات ثمانية والباقي يساوي سفر العدد الأخير يجب أن نقتصر على هذا العدد الأخير 439 هو عدد فردي لا يقبل قسمة على 2 وبالتالي لا يقبل قسمة على 8 الباقي القسمة هنا 439 على 8 سوف نحصل 54 والباقي 7 السؤال الموالي هنا ثانيا عوض في كل مرة هنا النقطة بما يناسب ليصبح العدد قابل قسمة على 8 هنا يجب أن لا ننسى قابلية القسمة على 8 يجب العمل على الثلاثة أرقام الأخيرة لكل عدد هنا العدد الأول لدينا رقم الأحد سوف نكمله ليكون هذا العدد هنا قابل قسمة على 8 يجب العدد المتكون ثلاثة أرقام الأخيرة 600 وهنا سوف نضيف عدد 620 لا يقبل قسمة على 8 لأن بكل لباساتة هنا يمكن أن نقوم بعملية ذهنية هنا 620 على 2 تسوي 310 ويجب أن يكون 310 عدد زوجي وهو صحيح 310 على 2 ولكن 310 على 2 تسبح 105 وبالتالي 105 هنا ليس بعدد زوجي وبالتالي لا يمكن قسمته مجددا على 2 لأنه عدد فرد وبالتالي هنا هذا العدد قابل القسمة على 2 وقابل القسمة مرة أخرى على 2 وبالتالي يقبل قسمة على 4 ولكن لا يقبل قسمة على 8 وبالتالي هنا 620 هذا العدد ليس من مضاعفات 8 يعني لا يقبل قسمة على 8 621 عدد فردي لا يقبل أن يكون من مضاعفات 8 لأنه بكل بساطة ليس عدد زوجي 622 عدد زوجي يمكن قسمته على 2 ولكن سوف نحصل على عدد فردي 311 وبالتالي 622 ليس من مضاعفات 8 623 عدد فردي لا يمكن أن يكون من مضاعفات 8 إطلاقا 624 هنا يمكن أن يكون هذا العدد من مضاعفات 8 لأنه بكل بساطة هنا 624 يمكن قسمته على 8 وخارج القسمة سوف يكون 0 بطريقة ذهنية هنا ثلاثة مرات سوف نقوم بعمل القسمة على 2 واجب في كل مرة أن نحصل على عدد هنا زوجي 624 على 2 يساوي كم؟ 312 312 على 2 تساوي 150 156 هنا قمنا بعمل القسمة هنا مرتين المرة الثالثة هنا 156 على 2 تساوي كم؟ تساوي 78 وبالتالي 78 هنا عدد الزوجي وبالتالي هذا العدد 624 قابل قسمة على 8 لأنه قابل القسمة بثالثة 3 مرات متتالية على 2 624 على 2 تساوي 312 والباقي 0 312 على 2 تساوي 156 والباقي 0 156 على 2 تساوي 78 والباقي 0 وبالتالي هنا هذا العدد هو الوحيد في هذه الحالة يمكن التثبت من المحاولات الباقية في حالة إضافة 5 و 6 و 7 و 8 و 9 كلها غير مجدية بالنسبة للأعداد الفردي يمكن إقصاؤها مباشرة هنا لأن أي عدد فردي لا يمكن قسمته على 8 العدد الثاني هنا هذا العدد متى يكون هذا العدد من مضاعفات 8 عندما يكون العدد المتكون من أرقامي الثلاثة الأخيرة من مضاعفات 8 يعني هنا سوف نضيف أرقم في على مستوى العشرات هل يمكن أن نضيف السفر هنا نرى هل أن 306 306 ليس من مضاعفات 8 لأن بكل بساطة 306 عندما نقوم أعمل القسم على 8 سوف يكون الباقي مخالف للسفر بطريقة ذهنية هنا 306 على 2 تعطي كم 150 153 عدد فردي ولكن لا يمكن قسمتها مجددا على 2 وبالتالي هنا 306 لا يمكن وبالتالي لا يمكن إضافة هنا 0 يمكن إضافة 1 لأن بكل بساطة 316 من مضاعفات 8 يمكن التثبت من هذا ويمكن أيضا أن نضيف 3 لأن 336 من مضاعفات 8 ويمكن أن نضيف 5 لأن هذا العدد أيضا 3650 من مضاعفات 8 ويمكن أن نضيف 7 لأن هذا العدد 370 من مضاعفات 8 ويمكن أن نضيف 9 لأن هذا العدد 390 من مضاعفات 8 كل الباقية غير ممكنة يعني لا يمكن أن نضيف 0, 2, 4, 6 و 8 لا يمكن إضافة هذه العدد العدد الأخير هنا ليكون هذا العدد من مضاعفات 8 أو قابل قسمة على 8 يجب أن يكون العدد المتكون من الأرقام الثلاثة هنا قابل قسمة على 8 هل يمكن أن نضيف هنا السفر؟ نعم لأنه 48 من مضاعفات 8 48 يساوي 8 في الست وبالتالي هذا العدد مقترح ممكن يمكن أن يكون هذا العدد نهايته 0, 48 لا يمكن أن نضيف واحد لأن 148 ليس من مضاعفات 8 لأن بكل بساطة هنا 148 عندما نقسمه على 2 على ماذا سوف نحصل على 74 عندما نقوم بقسمة هنا أعيد لمعرفة أن 148 ليست من مضاعفات 8 148 يعني لا يمكن أن نضيفها في الفراغ واحد 148 عندما نقوم بقسمة على 2 على 2 سوف نحصل على 74 نعم 74 عدد زوجي يمكن قسمته على 2 ولكن يجب أن تكون هنا خارج القسمة أيضا عدد زوجي هنا 74 على 2 تساوي كم؟ تساوي 35 و 2 تساوي 37 لكن 37 هنا عدد زوجي وبالتالي لا يمكن قسمته أيضا على 2 مجددا وبالتالي هذا العدد لا يقبل قسمة على 8 يقبل قسمة على 2 و على 4 ولكن لا يقبل قسمة على 8 1242 يمكن إضافة 2 هنا ليكون هذا العدد قبل قسمة على 48 ولا يمكن أن نضيف 3 أو 5 أو 6 أو 7 عفو ولا يمكن أن نضيف 3 ويمكن أن نضيف 4 وبالتالي هذا العدد قبل قسمة على 8 ويمكن أن نتثبت بطريقة العملية الذهنية أو بالقسمة الاغلدي هل يمكن لنا أن نضيف 5؟ لا يمكن أننا أن نضيف 6 ولكن هذا العدد أيضا 648 يعني أنه يمكن أن نضيف 6 هنا لأن 648 من مضاعفات 8 يمكن أن تثبت بالقسم الأقليدية أو بالطريقة الذهنية يعني أن 648 يمكن قسمته بثلاثة مرات متتالية على اثنين نفس الشيء هنا لا يمكن أن نضيف 7 ولكن يمكن أن نضيف 8 ولا يمكن أن نضيف 9 لأن بكل بساطة 948 ليست من مضاعفات 8 شكرا للمتابعة وإلى اللقاء